مساء الخير وإحنا صغيرين أهالين يعلمونا إن الفتنة أشد من القتل وحرام يا حبيبي تفتن على أخوك أو صاحبك وفي نفس الوقت لما كانوا بيكتشفوا إن أخونا أو صاحبنا عمل حاجة غلط وإحنا عارفين وما قولناش كانوا بيعاقبونا عشان عرفنا وسكتنا لحد ما جبرنا وجوانا حاجتين عكس بعض يا تارة لو شفنا حد نعرفه بيعمل حاجة غلط ممكن تأذي غيره نحكي ونتكلم ولا دي تبقى فتنة والمفروض ما نتكلمش هي دي بالضبط أزمة بسانت بطل القصة حقيقية النهاردة اللي شافت جوز صاحبتها مع واحدة تانية ومش عارفة تتصرف إزاي تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف بسانت بعدها تقول لنا إيه اسمي بسانت عندي 36 سنة مهندسة في شركة ودي أول مرة في حياتي أجرب أبعث لبرنامج بعد ما لقيت إن موخي وقف وحس نتيها خصوصا إن المشكلة ما تخصنيش بس تخص أقرب الناس لي زملتي وصحبتي الأنتيم وعشرة عمري المشكلة بدأت يوم ما كنت راحة سينما مع قريبي في مول منامولات ولما جي وقت البريك ونور السينما نور قمت أنا وبنت خلتي عشان نجيب فشار فلاقيت جوز صاحبتي الأنتيم قاعد مع واحدة تانية ومسك إديها وهم اللي اتنين آخر انسجام وقفت في مكاني متصمرة مش عارفة أعمل إيه واروح فين فكرت أروح أهزقه وأقول له إزاي تعمل كده فكرت أعدي من قدامه وأوريني شفته وأسيبه محتار مش عارف أنا هعمل إيه لكن لقيتني بقول لبنت خلتي معلش أنا خلاص غيرت رأيي ومش عايزة فشار ورجعت ععدت في مكاني وفضلت طول الفيلم دماغي في حتة تانية خالص بفكر إزاي اتصرف مع صاحبة عمري اللي حطيت نفسي مكانها وحسيت بسكينة دخلت جوه قلبي وأول ما الفيلم خلص والنور نور اتحججت القريبي إن الختم وقع وعملني وفضلوا يعيني عملني دوروا معايا تحت الكراسي كل ده عشان أأخر خروجي من السينما وسيراميو ما يشوفنيش وبعد ما أخرجنا من السينما كنت مخنوقة جدا طلبت من قريبي نقعد في أي كافي وهناك حكت لهم على اللي حصل بالتفصيل واعتذرت على حوار الخاتم اللي اتحجت بي عليهم طلبت منهم النصيحة بخصوص التصرف السليم اللي المفروض يتعامل في الوقت ده بس ما حدش فيهم قال أي كلام يريحني اللي قالتلي كنت تصوريه ومشواخ بباله وتبعاتي صورة لصحبتك من أي فيك أكاونت عشان تبقي رياحتي ضميرك وفي نفس الوقت تبعادي عن واجع الدماغ واللي قال لي استوري عليه ولا كإنك شفتي حاجة عشان ربنا يستور عليكي لو قاتي في مشكلة ما حدش فينا ده من بكرة ممكن يحصل فيه إيه واللي قالتلي غلطانة طبعا كان لازم تروح يتهزقيه وإحنا معاك ما كانش هيقدر يفتح بقه بحرف واحد وبالمرة تعرفي البنت اللي معانه متجوز ومخلف عشان لو مخبي عليها تعرف واللي قالتلي انت تصرفتي صح لما ما خلتي وش يشوفك وأحسن حل تعملي منبانها وملكيش دعو بالموضوع ده نهائي بدل ما هتخسري صحبتك لأن جزها ممكن يضحك عليها ويقنعها إنك بتجدبي عليها عشان غيرانها منها واللي خوفني إن لو قلت لصحبتي ممكن بتها يتخرب وأكون أنا السبب وساعتها هفضل طول عمري حاسة بالزم وتقنيب الضمير وكل واحد فيهم فضل يدافع عن وجهة نظره لحد ما خلصت القعدة وقمنا من غير ما نوصل لحل نقبصي باي باسانت هو موضوع فعلا يحير طبيعي إن كل واحد فينا يكون لي وجهة نظر مختلفة عن التاني المهمة بقى وهي طبعتها إنسانة حامولة فوق ما تتصوري مش بتحب تبين ضعفها لأي مخلوق ولو لقني معها في الشغل وشفت كل حاجة بنفسي ما كانتش هتحكي لي حاجة وفي مرة من المرات تعبت جدا وخدتها بعربيتي للدكتور والدكتور قال إن عندها تضخم في عضلة القلب وفي جزء تاني في الموضوع ده نفسي ووصها تخب بالها من حالتها النفسية بعد ما خرجنا من عند الدكتور كان باين عليها إنها متأثرة جامد جدا ويمكن دي كانت أول مرة شوفها وهي بتبكي وقالت لي خلي بالك من تايم وملك يا باسانت ودول ولادها بعد ما شفت جزءها مع بنت تانية كان شكلها أصغر منه بكتير ما بقيتش عارفة طب يا ترى صاحبتي اكتشفت من فترة إن الجزءها خين لكن كرمتها منعتها إنها تحكي لي وهو ده اللي تعب نفسيتها وجاب لها مشاكل في القلب ولا تعبت وما بقيتش خلاص قريبة الجزءها زي الأول بحكم إن موضوع القلب سعب بيأثر على العلاقة الحميمة بينهم ودخل لجزءها يبوص بور هو بالمناسبة إنسان محترم جدا وطول عمره مهزب ودماغه كبيرة والحد دلوقتي مش عارفها إزاي وليه عمل كده الموضوع فعلا عملي أزمة وخايفة عشان أنا اتأخرت في الجواز لو حكيت لصاحبتي اللي شفته يجي في دماغها إني مثلا غيرانا منها عشان هي متجوزة أو مخلفة وأنا لأ لأن يامة حصلت قدامي مواقف شبه كده والبنات اللي حكت عشان تحذر وتنبه صاحبتها اتفهموا غلط وبقى شكلهم وحش وطلعوا هما اللي غلطانين في الآخر واللي مخوفني أكتر إني لو حكيت لصاحبتي تتعب لقدر الله ويحصل لها حاجة وعيش طول عمري حسى بالزم بس في نفس الوقت أنا برضو مش قادرة أشوف اللي شفته وأسكت وحسى بتقنيه بضمير رهيب لأن دي مش مجرد زميلة معايا في الشغل لصاحبتي وعشت عمري من زمان وما ينفعش أخبي عليها حاجة زي كده قولولي أعمل إيه صعبة جدا لحد هنا وخلصت رسالة بسانت من أول ما سمعت الحكاية كده أنا مش عارف أجمع لأنه أنا مريض بمواقف زي دي بس هقولها لكم في الآخر أنا مش أقول دلوقتي يعني دلوقتي هسيبك كلام أكتر لدكتور أمل محسن اللي هتكون معنا في الفقرة اللي جاي بس الموضوع مش سهل يعني تقول لصاحبتها المريضة اللي لو عارفت ممكن تتعب أو يحصل لها حاجة طيب أقول لكم إيه كم مرة قلنا لو الراجل عارف إنك أفشتي هيتمادى وهتبقى خلاص اتحرقتي بالآخر يعني هتعملي إيه وكم مرة قلنا إنك تعمل نفسك ما تعرفيش أحسن لك وقل كرمتك وخليه خايف أحسن الموضوع مش سهل خالص وفي رأي بيقول لك ملكيش دعوة وما تدخليش وأنا يمكن واحدة من الناس اللي يما تدخلت أنا مش هقول رأيي دلوقتي غير بعد ما نسمع رأيي دكتور أمل محسن هي لك كون معنا في الفقرة اللي جاية فأنا عايز أسمع رأيي نفسي الأول بعد كده أقول وفي رأيي تالت بيقول لك إيه بقى إنه ما تقولي لوش إن أنت عارفة يعني اللي قدامك بيبقى دايما يقولك إيه لو اللي قدامك عارف أخرك تبيت حرقتي بمعنى لو واحد كل يوم صحيحة الصبح أقول أنا هضربك أنا هضربك أنا أفضل خايف مني لو ضربته هبقى تحرقت لو أنت فضلت تعمل كده من ورايا وانت خايف أحسن مليون مرة مما تعملها وأنا راضية وخلاص أنت عارف ما تعملي إيه فالموضوع محاير جدا ومشكلة أنه هو مش بتاع بسانته وبتاع صاحبة بسانت فهل هو ممكن يبقى ناصح فبكلمتين زي ما بيحصل فأغلب البيوت المصرية والراجل بيعرف لما الموضوع عدى يا قوة تي غير أنا منك أصلها لسه ما تجاوزتش أصلها مش حلوة زيك ده هما ما يعرفوش أنا بحبك قد إيه ده أنت غالية عندي فتبقى بسانت باي باي بسانته وتوحشنا الموضوع مرعب يعني عايز أقول لكم حتى وأنا النهاردة كنت في راديو قبل ما نسجل فحتى وإحنا قاعدين بنتكلم في موضوع لو تسمعوا كام رأي مش هقولهم لكم دلوقتي هقولهم لكم في الآخر خالص استنونا بعد الفاصل